موسيقى الإحسان كما يدل اسمه عليه هو تطييب القلوب والعقول بالكلمة الطيبة بالابتسامة الحسنة بتقديم الشيء الجيد الذي يعود بالفائدة على الإنسان المقدم إليه لماذا؟ لأنك عندما تلتقي مع أي شخص كان وخاصة مع أخيك الإنسان أخيك المسلم فإنك تعمل على أن تطيب قلبه بكلمة طيبة وأن تبتسم في وجهه وأن تنطق له بكلمة السلام فهذه اللفتات الإنسانية الأخلاقية هي التي تبعث الطمأنينة في قلبي المحدث لك وتبعث الأمان والأمن والسلام في عقل من تتحدث إليه وهذه هي القاعدة الإسلامية الصحيحة لأنه كما يقال أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فاستعباد القلب يعني الامتلاك القلب الاستلاع على القلب لا يكون بالعنف لا يكون بالقوة لا يكون بأي أنواع الشدة ولكن يكون بالكلمة العذبة الحلوة الطيبة وذلك هو ما اتفقنا على تسميته بالإحسان فعندما يسود الإحسان كل مجالات حياتنا العائلية والاجتباعية والأخلاقية والمؤسستية فإننا سنغضو مجتمعا فاضلا محسنا يحبه الناس ويحب جميع الناس أستاذ خادم أهلا وسهلا في برنامج مفاهيم قرآنية أستاذ الكريم هناك مفاهيم قرآنية متميزة لا بد أن نستفيد منها في أجواء القرآنية في أجواء معنوية كيف نفهم مفهوم الإحسان في القرآن في خدمة الإنسان كلمة الإحسان هذه كلمة عالية في القرآن العظيم وهي تأتي بمعنى الإتقان وبمعنى الحسن والجمال وبمعنى الإنجاز والنفع وغير ذلك من المعاني التي تتأثر ضمن هذه الكلمة العالية الجامعة المانعة تأمل يسير في آيات القرآن الكريم في الإحسان يجعلنا نتحدث عن ما يمكن أن نصطلح عليه برباعية الأحسن في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم فهذا إشارة إلى الأحسن القرآني ثم قال سبحانه وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وهو الأحسن في الإنجاز والأداء بما يتناسب مع الأحسن في الإنزال ثم قال سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم إشارة إلى الخلق الأحسن أي أن الإنسان خلق بأحسن صورة وبأحسن ما يهيئه ليفعل الأحسن في إنجازه وعمارته بما يناسب الأحسن في نزول هذا القرآن العظيم ثم بعد ذلك قال سبحانه وتعالى ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون فهنا إشارة إلى الأحسن في الجزاء الذي سيكون من جنس العمل الأحسن والاستجابة للقرآن الذي وصف بأنه الأحسن التنزيل بناء على الإنسان الذي هو الأحسن في تحقيق هذه المقاربة أو هذه الرباعية القرآن كذلك أشار في مسائل أخرى كقوله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وهنا تتعلق بالتعامل مع الآخر من جهة التحية والسلام والتواصل والتعارف كذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن الأحسن في المجادلة والمناظرة والمحاورة كذلك قال سبحانه وتعالى في عموم المجادلة وجادلهم بالتي هي أحسن وقوله سبحانه وتعالى كذلك ادفع بالتي هي أحسن المدافعة وغير ذلك مما يعد مفهوما قرآنيا كليا يعبر عن الإحسان بكل أبعاده الإنسانية والحضارية والإحسان بمعنى بلوغ أعلى مراتب يوم القيامة للدلالة على أعلى مراتب الإنجاز في الدنيا بحسب مستويات ذلك وقدرات البشر والهيئات وسياقات ذلك إذن مفهوم الإحسان ولذلك جاء الإحسان هو الاسم العالي في القرآن هو الكلمة الجامعة حتى أن بعض العلماء المقاصدين اعتبروا أن الإحسان هو أرقى مراتب المقاصد لأن الإحسان هو أعلى مراتب هذا كله كما جاء ذلك في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء إلى آخر الحديث وأيضا الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان وأحسنه ثم أثنى على المحسنين قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين شكرا أستاذ أستاذ عبد الرزق انتلاق من كلمة الأستاذ الإحسان أعلى مرتبة في مقاصد الشريعة كيف نستطيع أن نفهم أبعاد المادية والمعنبية لمفهوم الإحسان في القرآن أولا كما تفضل أخي فضيلة الوزير الأستاذ أن هذه المعاني العالية السامية للإحسان نجسدها في واقعنا الاجتماعي الإنساني بمجموعة من المفاهيم أولا تطييب القلب بأي كلمة طيبة أو فعل طيب هذا يدخل الإحسان على القلب الإنساني الكلمة الطيبة صدقة وهي إحسان الابتسام تبسمك في وجه أخيك صدقة وهو كذلك إحسان أن تحسن إلى أي أحد تعاونه فهذا إحسان ولذلك قال أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسنه هذه المعاني عندما ننزلها على الواقع الأمة واقع الأمة الواقع الاجتماعي والواقع الاقتصادي نجدها تتجسد في ماذا؟ تتجسد في التنمية وكيفية القيام بها أنت تطلب من شخص أن يعد لك عملا وأنت تدفع له ثمنه فإذا أتقن هذا العمل أنت ستعود إليه فيما بعد وهذا نتائج أبعاد اقتصادية له تعود إليه مع أنك تدفع له الثمن وأحيانا تزيل عن الثمن الذي طلبه لأنه أتقن عمله وأحسن إليك وأحسن إلى نفسه وهذا يجعل الألف بين الناس كذلك عندما تجد أن المجتمع يتعاون مع بعضه بسيانة الإنتاج أو ابتعاد عن الغش أو ابتعاد عن الخديعة هذا كذلك نوع من الإحسان لأنك عندما تعمل عملا تعود فائدته على الأمة بكاملها فإنك بهذا تعمل على إشاعة المحبة وإشاعة الأخوة بفضل الإحسان بين الناس جميعا أيضا من هذه المفاهيم التي يعني ليبلوكم أيكم أحسن وعملا كلما تفان الإنسان في خدمة أخيه وفي خدمة أجتمعه وفي خدمة وطنه وفي خدمة الإنسانية قاطبة كلما تميز بالإحسان وأصبح أحسن عملا وهو الابتلاء الذي يبتلي به الإحسان ويميزه الله طبعا وتعالى بهذا العمل الأحسن إذن مفهوم النتائج الاقتصادية والاجتماعية هي بناء مجتمع فاضل وبناء مجتمع متكامل وبناء مجتمع يتعايش فيه القيم الإنسانية العالية بفضل الألفة بفضل المحبة بفضل الإحسان فالإحسان هو مفتاح لكل هذه القضايا لكل هذه القيم الإنسانية والإحسان لا ينبغي أن يكون حبيس المجتمع المسلم فقط بل أن الإحسان ينبغي أن يتجاوز من المسلم إلى غير المسلم لأن هذا كذلك يحبب الناس في قيمك الإسلامية ويبدل جهده في أن يكون معك أو أن يقبل على دينك وهذا في حد ذاته خدمة للدين وخدمة للإسلام وخدمة للإنسانية إذن الإحسان هو المفتاح الذي ندخل به إلى القلوب ندخل به إلى العقول ندخل به إلى كل خبايا المجتمع المظلمة فنضيئها بالإحسان وإذن هو المصباح الذي به نقضي على كل أنواع الظلمات ونشع به على القلوب وعلى العقول جميعا شكرا شكرا بصلا أستاذ علي قرداغي بما أنك أستاذ الاقتصاد الإسلامي كيف نستفيد من مفهوم القرآني وهو مفهوم الإحسان في أمور الاقتصادية بمعنى آخر كيف آثار الاجتماعية والاقتصادية لمفهوم الإحسان في المجتمع بسم الله الرحمن الرحيم اليوم الصراع في العالم الصناعي بالذات وحتى العالم الإنتاجي في كل ما تعني الكلمة من إنتاج زراعي صناعي في كل المجالات هو الصراع للأحسن والأفضل والجودة والجودة والإبداع والإتقال وطبعا كلمة الإحسان تشمل فعلا مثل ما أشار إليه أصحاب الفضيلة تشمل الجودة والإحسان وفعل الحسن والرحمة وكذلك لكن هذا الإحسان في الإسلام مغطى بهذه التقوى هذا معناه أن تعبد الله كأنك تراه في حديث عمر رضي الله عنه لما سئل عن الإسلام وعن الإيمان ثم قال وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه هذا ليس معنى لغوي ليس معنى لغويا وإنما معنى الشرع بمعنى أن الإتقان والجودة والرحمة وكل هذه المعاني إنما تتحقق على قمتها إذا كان هذه هناك دافئ إيماني فاليوم على سبيل المثال كانت هناك الشركة يعني وصلت قيمتها إلى عشرات المليارات للتليفونات لا نريد أن نذكر اسمها لكنها لم تستطع أن تواصل الركب وظهرت شركة أخرى في كوريا وشركة أخرى في أمريكا نزلت قيمة هذه الأمور من المليارات إلى بضع مليارات بسيطة جدا وهذا دليل على أهمية الإتقان والجودة والإبداع لأن سنن الله سبحانه وتعالى لا تريد مننا أن نبقى مهما كنا متطورين على حالة لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ولم يقل أو يتوقف لأن التوقف هو عين التأخر والقرآن الكريم أشار إلى هذا الصراع بين الأمم وأن هذا الإبتلاف قال مرتين أو أكثر من مرة ليبلوكم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير يتحدث القرآن الكريم عن الملك وعن صناعة الحياة وصناعة الموت ثم يختم ذلك يقول ليبلوكم أن يمتحنكم يا أمة الإسلام مع بقية الأمم أيكم أحسن عملا وأحسن عملا كما يقول علماؤنا نكرة والنكرة ليست محددة هذا يعني أن أحسن عمل اليوم يجب أن يكون مختلفا أحسن عمل أمس وأحسن عمل غد يجب أن يكون مختلفا عن اليوم حسب فهمي 66 مرة في القرآن الكريم الإحسان تكررت لو تعمقنا في هذه المصطلحات وهذه الآيات لحققت وكونت عقلية ديناميكية إبداعية لا ترضى بالوقوف وإنما تريد التقدم الدائم كما أراده الله سبحانه وتعالى شكرا شكرا مرحبا بك أستاذ علي سلّابي هناك مصطلحات قرآنية منها إحسان أو مفاهيم قرآنية منها إحسان لكن هذه المصطلحات والمفاهيم اختزل لمفاهيم ضيقة جدا مثلا عندما نقول الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه كأن هذا فقط في الصلوات الإحسان يجب أن نحسن الصلوات كيف تنزل مفهوم الإحسان في حياة الاجتماعية كيف نستفيد من مفهوم القرآن في حياة الاجتماعية أخرى بشكل دقيق وبشكل أحسن طبعا مفهوم الإحسان أفضل من مارسه ودعا إليه وقام به في الحياة هم الأنبياء والمرسلين وبالتالي في حياتنا الاجتماعية كلما اختدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم في معاملة مثلا أصحاب أو أسرة أو من حوله كان يتضح هذا المعلم فمفهوم الإحسان كما قلت أنت لا يختصف يعني هو الله سبحانه وتعالى لما قال الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين فكل خلق الله قائم على إحسان وإتقان وإحكام الله سبحانه وتعالى له فالله سبحانه وتعالى يحب من هذا الإنسان أن يكون محسنا في كل أعماله فلوم وقفنا عند قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا سواء كان للوالدين سواء كان للأبناء سواء كان للجيران سواء كانوا للأقرباء سواء كانوا لليهود سواء كانوا للنصارى وقولوا للناس حسنا فهذا بعد كبير وعظيم في مفهوم الإحسان وتجسد مفهوم الإحسان في الإتقان أيضا في سيدنا نوح في عرض الدعوة لما أني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا في غارة وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا هذا نوع من الإحسان في عرض الدعوة إلى الله سيدنا يوسف عليه السلام الذين كانوا معه في السجن لما كان يصل من قطعه ويعفو عن من ظلمه ويعفو عن من أساء إليه قالوا إن نراك من المحسنين واستفاد من ثقة الناس فيه وعرض عليهم دعوة التوحيد أيضا في الإحسان في الخطة التي وضعها لإنقاذ شعب مصر من المجاعة التي مروا بها والله قال إنه من يتقه ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين شكرا أستاذ عبد المجيد نجار كيف نستفيد من مفهوم الإحسان في مقاصد الشريعة هي الإحسان قيمة عظيمة من القيمة القرآنية ويكفي في ذلك عظمة هذه القيمة أن القرآن الكريم جعل الإحسان ميزانا للمفاضلة بين الناس كما في قول تعالي بلوكم أيكم أحسن عملا فالذي هو أحسن عملا هو الأفضل وهذا الإحسان يعني هو مقصد عظيم من مقاصد الدين ولهذا نجد القرآن الكريم يدعو إليه ويكرر الدعوة إليه ويعمم الدعوة إليه في كل مجال في المجال الاقتصادي كما كنا نسمع وخاصة في المجال الاجتماعي يدعو القرآن الكريم إلى معاملة الناس بالحسنة وهو مفتاح للمؤالفة بين الناس للعيش المشترك لشيوع السلم بين الناس كذلك نحن الإحسان هو مفتاح كبير من مفاتيح التعريف بالإسلام ونحن نعلم أن الإسلام انتشر في أمم كثيرة جدا بسبب وحيد هو إحسان المسلمين التجار الذين كانوا بين أولئك القوم الذين أسلموا كانوا يحسنون إليهم بمعاني المتعددة للإحسان فيرى أن الناس هذا النمط من المجتمع أو من المفاهيم فيدخلون إلى هذا الإسلام إذن فالإسلام مقصد عظيم من مقاصد الدين يعم كل مجالات الحياة ولا يمكن أن تقوم حضارة إلا بالإحسان والإتقان ونحن نرى عيانا كيف أن هذه الحضارة التي نعيش فيها بالرغم مما نقول فيها أحيانا إلا أنها في المجال المادي تقدمت وتطورت بالإحسان والإتقان فأصبح الإتقان قيمة علية من قيمها شكرا جزيلا ساتذة إكرام بارك الله فيكم وضحتم لنا مفهوم الإحسان إن شاء الله نستفيد في حياتنا الاجتماعية من هذه المفاهيم القرآنية بارك الله فيكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر